وعلى هامشي مشاركتهما في المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض التقى وزير الخارجية سامح شكري وجوزيب بورل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية للاتحاد الأوروبي حيث أكد المسؤولان رفضهما لشن إسرائيل عملية عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية وأشدد شكري على أهمية تحرك الاتحاد الأوروبي والأطراف الدولية الفاعلة للضغط على إسرائيل للحيلولة دون القيام بهذه العملية العسكرية ووقف أي محاولات لتنفيذ سيناريو التهجير القصري لأهالي قطاع غزة أو تصفية القضية الفلسطينية هذا وقد أكد الوزير شكري تعويل مصر على جهود الممثل الأعلى للاتحاد لبرولة موقف أوروبي قوي وموحد يدعو إلى وقف إطلاق النار والضغط على إسرائيل لإزالة العوائق التي تضاعها أمام نفاذ تلك المساعدات والعدول عن أية إجراءات أحادية الجانب في غزة وفي الضفة الغربية والقدس أيضا بالإضافة إلى إطلاق عملية سياسية جدية وفاعلة